المسارعة في الخيرات هي المبادرة إلى الطاعات في الفعل والقول والخلق الحميد من صور المسارعة في الخيرات في الأقوال كذكر الله تعالى كثيرا وأداوم على قراءة القرآن الكريم والأدعية والأذكار وأحرص على الكلام الطيب مع الغير وفي الأفعال أسارع إلى القيام بالعبادات وعدم تأجيلها كالصلاة والصوم وأبادر إلى النوافل وأساهم في الأعمال التطوعية وأتصف بالأخلاق الفاضلة في الإسلام كالصدق والأمانة والحياء والإحسان ومن ثمرات المسارعة إلى الخيرات أنا لرد الله بقول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ويحفظني الله تعالى من الأحزان والمصائب بقول رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وترتفع مكانتي في الدنيا وأصير قدوة للناس وأتصف بعلو الهمة فلا أهتم ولا ألتفت إلى القضايا التافهة لأنني دائما مشغول بفعل الخيرات ويصبح المجتمع مترابطا ومتماسكا فعلى المسلم المسارعة إلى الخيرات حتى ينال البركات وتستجاب منه الدعوات وتفرج له الكربات ويتقرب من رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا